أهلا بكم تتوجه الأنظار اليوم إلى زيارة وزير الخارجية العراقي إلى إيران خاصة وأنها تأتي بعد يوم من قصف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مواقع تابعة لإيران في سوريا وهذا يأتي طبعا في إطار الحرب المفتوحة والهجمات على القوات الأمريكية في العراق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف يقول أن اللقاء مع وزير الخارجية العراقي بحث توسيع العلاقات والتعاون الأقليمي والدولي حيث أكدت إيران التزامها باستقرار العراق ورفض العدوان الأمريكي ضد القوات العراقية وزيرة الخارجية العراقية أكدت بدورها أن الجانبين بحثا الوضع الأقليمي وما يحمل من تفاعلات جديدة في ظل إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة ولا تزال أصداء الضربة الأمريكية على شرقي سوريا حاضرة على منصات التواصل لسيما وأن هذه الضربة الأولى لإدارة بايدن ليس على سوريا فحسب بل على إيران في ذات الوقت بحسب تعليقات المغردين نبدأ مع النائب الديمقراطي استيني هاير الذي يرى أن الضربة كانت قوية وترسل بالتأكيد رسالة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة لن تسكت عن الأعمال المزعزة على الاستقرار من قوات إيران أو وكلائها ويعتبر الكاتب تريتا بارسي أنه إذا كان قصف بايدن للجماعات المدعومة من إيران في سوريا هو رد انتقامي على الهجمات في العراق أو لأن إيران تسعى للضغط على بايدن للانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة فهذا تذكير آخر بأن عدم الانضمام إليها يجعل الولايات المتحدة أقل أمانا على حد تعبيره أما المحللة شارمين نارواني فبرأيها أن ما حدث رسالة أخرى مثيرة للاهتمام قدمها بايدن بقصف سوريا والعراق وهي أنه لا ينوي قطال إيران بشكل مباشر في المقابل مشاهدين ينتقد الدبلوماسي الأمريكي كاسبر ستوكهام خطوة بايدن وأعرب عن امتعاضه من الضربة قائلا لم يستغرق الأمر سوى 36 يوما حتى يقرر الرئيس الحالي شق طريقه للعودة إلى الصراعات في الشرق الأوسط وفي الختام يرى البعض أن بايدن يجب أن يركز على تحسين الوضع الداخلي في أمريكا الكاتب فرانك جارسيا هيل مثلا يقول أنه يوجد تعقيدات وسياسات ولكن إذا كان هناك قدرة على قصف سوريا فهناك حتما قدرة على الوفاء بوعود حملة بايدن أيضا بهذه التغريدة نص المشاهدين إلى ختام الفقرة عودة إلى أخبار الساعة الأخيرة معك شكرا لك مايا نلتقيك بعد قليل شكرا لك